معنا من اسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية سيد جواد قوك أهلا بك سيد جواد معنا في برنامج المساء على سكان نيوز عربية سيد جواد كيف يتلاعب الرئيس اردوغان بهذه البطاقة وهي ورقة قوية جدا بيده من ناحية السوريين الذين للأسف صدقوا هذا الحديث وهذه الرواية وتبعوها للآخر والآن هي تؤدي للأسف إلى المحرقة الكبرى كما نستطيع القول كيف يتلاعب بهذه الورقة باعتقادك أولا الرئيس دائما يقول أنه صرفنا 37 مليار دولار للسوريين الموجودين هنا في تركيا أولا الشعب التركي طبعا غضبانين بسبب ركود الاقتصاد وتكلفة المعيشة صعب يقولون لماذا تصرفون هذا المبلغ إلى السوريين يعني المواطن التركي يدعي أن السوريين يأخذون رواتب مرتبة من الحكومة التركية لكن اللاجئون السوريون من جهة أخرى هؤلاء يسألون أين هذا المبلغ كما تدعون نصرف يعني لم نصل إلينا شيئا من المساعدات الحكومية بشكل عام هذا التضارب موجود أولا يعني هذا المبلغ الذي يقوله أردوغان مقابل الأوروبيين يقول أنتم لم تساعدون لكن نحن صرفنا بالنتيجة سابقا كانت أيضا كورقة ضغط بالنسبة للأوروبيين في تسهيل التأشير إلى المواطن إلى الأتراك بدلا من ممانع من المهاجرين اللاجئين وغير ذلك هذا كان الآن نقطة المهمة أن الرئيس أردوغان ادعى أنه سوف نفتح المناطق الآمنة في شمالي سوريا لترحيل السوريين للذين يريدون اللجوء والرجوع إلى سوريا طبعا هذا أمر خطير بالنسبة إلى تغيير الديمقرافية في شمالي سوريا بين المكونتين الكردي والعربي وسوف يصير سببا للعدوان بين المكونتين هذه القضايا موجودة لكن لحد الآن هناك قلق من اللاجئين السوريين الموجودون أنهم صاروا ورقة ضغط بيد الحكومة التركية طيب سيد جواد هنا الحديث عن إسطنبول عن ترحيل من لا يملك ترخيصا في إسطنبول وما شابه لماذا إسطنبول يعني ما حالة سوريين في إسطنبول لماذا إسطنبول بشكل خاص يعني بالنتيجة كما يقال هنا إسطنبول صارت المدينة الثالثة التي تحتضن السوريين بعد دمشق وحلب يعني من كثرة عددهم هنا أولا ثانيا أن الاستطلاعات الشعبية رأينا أنه نزلت يعني عند المواطنين الأترك إلى اثنين وثلاث بالمئة من المواطنين يريدون بغض وجود السوريين في مدينة إسطنبول بالنتيجة المشاكل كبيرة ومدينة كبيرة جدا وهناك مخاضف من الصدام والكراهية بين الأتراك والسوريين رأينا نماذج مع الأسف مشاهد سلبية جدا من جهة من الطرفين بشكل عام مشاكل كبيرة جدا يعني مثلا ثمانية سنوات نفطر السوري عايش هنا ويشتغل وعنده عمل يعني مفاجئا تقولون فجأة تقولون له ارحل من هذه المدينة إلى مدينة أخرى طيب في مدة شهر شهرين كيف يقدر أن ينتقل إلى هناك هل يقدر يجد بيت هل يجد سكان هل يقدر يجد عمل بالحكومة لا تثقف المواطنين السوريين ولا يعني يساعدهم في هذا الأمر بشكل عام والوضع مقلق جدا لهم لأن المواطنين في اسطنبول السوريون الآن عندهم قلق منذ مدة شهر يخافون من الخروج من بيوتهم من الخروج إلى عملهم وأيضا يخافون من المراجعة إلى إدارة الهجرة يخافون اعتقال سريفا ترحيل إلى سوريا لأنه مشاهد رأينا المشكلة كبيرة جدا طيب سيد جواد هناك بعض السوريين تم إعطاءهم الجنسية التركية يعني أصبحوا مواطنين أتراك بناءً يعني بناءً على ماذا ما المعايير هنا هل هو فقط الولاء للجانب الرئيس أردغان هل هو الولاء للإخوان المسلمين يعني ما المعايير هنا لتوطين هؤلاء التي حدثت كمعدادهم أيضا إذا لديك الرقم يعني بشكل حيادي أنا أتكلم بصراحة السوريون الموجود هنا يقولون مثلا أنا مرات عديدة تكلمت معهم يقولون إذا كان لك محسوبية في الحكومة أو عندك رجل هناك من الذين تعرف ممكن أن يجنسون ويسهلون الأمر وإلا صعب جدا معناها أنه الحكومة التركية عندما تطمئن إلى شخص سوري نعم تجنسهم لكن بشكل عام طبعا إزدواجية في المعايير موجودة طبعا المحسوبية موجودة القرابة من حزب العدالة والتنمية الحاكم موجودة بشكل عام السوريون الموجود هنا نعم هم يحبون الحكومة بشكل عام حكومة حزب العدالة والتنمية بالنتيجة فتحوا مجال لهم في الأراضي التركية لكن هم ليسوا راضين عن أداء التجنيس بهذا الشكل بالنتيجة كل من قريب منهم من الحكومة التركية وعنده رغبة سياسية للانتماء عند التصفيد في الانتخابات لو يصوت بشكل قطعي لحزب العدالة والتنمية الحاكم نعم يجنسونهم لكن بشكل عام التجنيس لا يوجد للسوريين الموجودون إلا عندما كانت لهم محسوبية في الحكومة التركية بصراحة طيب سيد جواد البعض يقول هذه هي فقط البداية يعني ستنتهي بترحيل جميع اللاجئين السوريين من تركيا سواء للمناطق الآمنة وإذا لم تقم هذه المناطق الآمنة إلى الداخل السوري بشكل عام إلى أي مدى هذا تعتقد فعلا هو استراتيجية وقد تكون قابلة للتطبيق في الأيام القادمة طبعا أنا أتكلم يعني ما أرى هنا من تصريقات الأطراف المختلفة أولا لو لا تكون هذه الحكومة لو كانت هناك حكومة جديدة في الانتخابات القادمة أول أمر الذي يقومون به سحب جميع القوات التركية من جميع الأراضي خارج تركيا من قطر من سودان ومن سوريا ومن العراق بصراحة ثم التواصل مع دمشق ثم فتح المناطق الآمنة لترحيل السوريين هناك لكن للذين يريدون الرجوع إلى هناك بعد استقرار في سوريا لكن هذا أمر صعب جدا لكن هذه الحكومة عندما تريد أن تكسب شعبية أكثر لأن المواطن ليس راضيا عن أداء الحكومة بهذا الشكل الموجود بالنتيجة يعني قريبا من الانتخابات ممكن أن نشهد مشاهد لترحيل السوريين لكن أردوغان عنده رغبة لترحيل السوريين إذا فتحوا هناك مجال لأنه دائما يدعي نحن ناجحين في مدينة الباب جرابلوس سكننا رحلنا السوريين وهم آمنون نعم يريد أن يفتح مجال للسوريين في سوريا لكن الذي يبدو أن هذا فوق قدرات أردوغان والحكومة التركية أشكرك كلمة عامل اسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية سيد جواد قوك شكرا جزيلا لكم